وسط أجواء التوتر في الشرق الأوسط تفيد تقارير غربية بأن إيران قد لا تحتاج إلى الرد المباشر بالهجوم على إسرائيل وما يجعل الأنظار تتجه نحو جبهات أخرى لم يتوقف القصف المتبادل عند الحدود الجنوبية اللبنانية وهي الجبهة الأكثر سخونة بعد قطاع غزة في الحرب التي تدور رحاها منذ نحو عشرة أشهر ونصف وخلال الساعة الأخيرة دلعت حرائق في محيط مستوطنات بمنطقة الجليل الأعلى من جراء القصف المدفعي الذي شنه حزب الله ودوت صفارات الإنذار وفقا لما ذكرته وسائل وإعلام إسرائيلية في جبهة أخرى لا تقل توترا توعد الحوثيون بتصعيد لم يحددوا مساحته رغم أنهم يهاجمون السفن في مياه البحر الأحمر كما قللوا من أهمية الحشود الأمريكية في المنطقة عبر إرسال حاملات الطائرات والبوارج الحربية ووسط التوقعات القائمة نقلت شبكة سي أن أن عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران تسعى لمحاصرة إسرائيل عبر حلفائها لجرها إلى حرب منخفضة المخاطر بالنسبة لحماس والحوثيين وليس عبر المواجهة المباشرة هذه الجبهات المتوقعة في أي هجوم مقبل على إسرائيل واسعا كان أم محدود النطاق فأغلب التوقعات كانت تصب نحو رد إيران السريع على اغتيال هنية ورد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر لكن الأمر الذي عاد النظر في المسألة على ما يبدو انتظار ما تقول إليه المشاورات أي مشاورات الدوحة التي وصفت بالأكثر جدية نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة تلك المشاورات التي استمرت 48 ساعة وصفتها الدوحة بالإيجابية والبناءة وستجتمع ذات الأطراف مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل بأمل التوصل إلى اتفاق وفقا للشروط المطروحة ترجمة نانسي قنقر